لسه بتوصل الحديث عن الحوار الوطني اللي دعي ليه سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن هنا أعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار ضياء رشوار نقيب الصحفيين منسق عام للحوار الوطني بالإضافة لاختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيساً للأمانة الفنية للحوار الوطني هتدأول جلسات الحوار الوطني في أول أسبوع من شهر يوليو اللي جاي أيضاً هذا الخبر تم استقباله حقيقة بترحيب واسع من القوى السياسية مؤكدين أن حيادية الأكاديمية الوطنية بتضمن حراك وحوار وطني معبر عن أطياف المجتمع المصري لتحقيق أفضل صورة لفتح مجالات الطرح اللي بيخدم أهداف الجمهورية الجديدة ويحقق أحلام وطموحات المصريين تنسية شباب الأحزاب والسياسيين بدورها أشادت باختيار ضياء رشوان منسق عام للحوار الوطني واختيار المستشار محمود فوزي رئيس للأمانة الفنية للحوار الوطني أكدت التنسية أن الأجراءات المعلنة وفق بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب بتكفل المشاركة الفعالة لإدارة الحوار الوطني مع ممثلي مختلف الأطراف والشخصيات العامة والخبراء وصولاً لمخرجات تخدم صالح المواطن المصري وفي نفس السياق أيضاً استقبل حزب مستقبل وطن البيان بكل ترحاب ووضح الحزب أن أولى مهام المنصق العام للحوار الوطني متمثلة في بدء التشاور مع القوى السياسية وكل الأطراف المشاركة لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء كمان حزب إرادة جيل رحب باقتراح تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني من 15 عضو تأكيد الأكاديمية الوطنية للتدريب على التزامها بنهج الحيادية والتجارب التام في إدارة الحوار الوطني والحرص على أنها هتؤدي مخرجات الحوار لنتائج هدفها خدمة الوطن وصالح المواطن أيضا حزب الإصلاح والنهضة أشاد بألية العمل من تكوين مجلس أمناء للحوار الوطني واستمرار إدارة الحوار في تلقيها مقترحات وطلبات للمشاركة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها كمان حزب المصريين الأحرار أشاد بخطوات وترتيبات الحوار الوطني اللي دعا إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدء التحرك الأكاديمية الوطنية للتدريب بصورة قوية بخصوص مجريات العمل لإنفاذ أهداف هذا الحوار بأكد الحزب أن حيادية الأكاديمية الوطنية بتضمن حراك بحوار وطني معبر عن كل أطياف المجتمع المصر أيضا أكد حزب التجمع أنه إعلان إدارة الحوار الوطني اختيار دياء رشوان نقيب الصحفيين منصق عام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس للأمانة الفنية للحوار الوطني بيمثل بادرة إيجابية من الأكاديمية الوطنية للتدريب واللي بتشير لاتجاه واضح للوصول إلى نتائج مرجوة من الحوار الوطني أما حزب المؤتمر فأعلن أن دي الخطوة الأولى من خطوات وضع الأطر التنظيمية والفنية لإدارة الحوار الوطني وأشهد الحزب كمان أن اختيار شخصيات وطنية لإدارة الحوار الوطني زي دياء رشوان والمستشار محمود فوزي معروف عنها الالتزام والحيادية وكمان تقديم مصلحة الوطن الحقيقة متابعتنا تكون مستمرة وحدثنا عن الحوار الوطني هيستمر خلال الحلقة ترجمة نانسي قنقر